السلام عليكم و مرحبا بكم فصفة جديدة من قناة ماريا كويزين اليوم شاء الله راح نديرو بيتزا كاغي محبوبة الجماهير راح نخدموها بعجينة بالسميد والفارينة اجي مقرمشة ملتحت وطريم الداخل بزاف بنائنا نبدأ و بسم الله اول حاجة عندي لهنا كاس تع الماء يكون دافي يعني قاعدة المعجنة تلزم لهم الماء دافي ساحة الكاس 240 مليلتر نضيف عليه نصف كاس تع الحليب كاس ماء مع نصف كاس تع الحليب نضيف عليهم مغرفة كبيرة تاع السكر مع مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز يعني الخميرة الفورية و نخلط مليح هاد الخالد راح نضيف عليهم حبيبها تاع البيت كاملة و نزيد نخلط مليح بهاد الشكل خلط مليح له هديك الحبه تاع البيت مع باقي المكونات فهاد المرحلة راح نضيف عليهم كاس تع السميد و لدقيق يكون الرطب كامل بالنفس الكسران ينخدم و البيتزا اللي نخدمها بسميد و الفارينة تجي خفيفة و تجي حكما راح اللي نخدمها غير بالفارينة نضيف عليها نضيف عليها ربعة مغارف كبار تاع الزيت ولا ربعة كاس تاع الزيت و نضيف عليها الفارينة الكاس الاول تاع الفارينة مع مغرفة صغيرة تاع الملح تكون مع مرامليح كما راكوا تشوفوا و ندخل الملح هديك الفارينة اللي هنا من الاحسن تستعملوا ييدكم راح يكون احسن و نضيف الكاس الثاني بهذا الشكل و راح نضيف الكاس الثالث راح نضيفه تدريجيا حتى نتحصلوا على العجينة تكون شوية طرية يعني ما دخلاش تلسق بزا في اليد تكون مليحة بهذا الطريقة شوفوا راهي طرية الكاس الثالث خضيته كامل يعني دتلي 3 كيسان فارينة معاكس تعدقيق انجي الهنا نحطها على طاولة العمل مع الولا تحسوها يتلسق بزاف كي تدلكوها شوية راح تولي ما تلسقش يعني تحكم روحها و مامتون راح يطرية اندي لها في الغيسي بيون نعاود نغطيها و نخليها حتى و نضاع في الحجم ديالها منجي ها وحده وخراح نخدم لاصوس تاع البيتزا عندي لهنا ربعة طوماطي شوية تعتوم وحبات على البصل هذيك الحبيبات على البصل محش نديها كامل والبصل وش يديل لاصوس تومات متجينش قارصة نجيل احنا نقطع هذيك الطوماطي شو ننحيلها هذك المال يجيد داخل هذك اللي يطلق القروسية في لاصوس تومات هذي لاصوس تومات بزاف بنينا شوفوا البصل اللي هناش حلخليت منه يعني بحبه بصل صغيره و مديتهاش كامل نقطع كلش داخل هذيك الكسرونة ندير عليها فلفل عكري الحلو نزيد اللحنة شوية تاع الملح لحسب الدوق مغرفة صغيرة طماطي مصبرة كاللي ما يحبوش طماطي مصبرة فيها ما يديروش على راس المغرف ولا حوالي ربع مغرف صغيرة تاع السكر باش نحينا هذيك القروسية تاع الطوماتيش ونضيف اللحنة زوج مغارف كبار تاع زيت زيتون مع تلت مغارف كبار تاع زيت زيت العادية زيت زيتون فلاسوس طماطي بزاف بنينة وتقدروا تديرو الزعيتها ولا الزعتر وتاني كالرند تقدروا تضيفوهم في هذي المرحلة نخلط كلش كيف كيف كيم يعني بارد في بارد اسهل صلصة طماطي محذيروها ونزيد معاهم نصف كاس تاع الماء المقادير جد مضبوطة ونضيرها على النار حتى وين طيب لي يعني كلش يدبال كل شي طيب راح نميكسيها في هذيك المرحلة النار تكون قليلة نقصوا لها النار شوفوا اللي احنا كي طعبت ليدرتها في هاد الغيسيبيون ورح نجيب البراميكسر ونطحنها بهذا الشكل الطحن وهي سخونة باش كلش يتطحن بهذا الطريقة كاخر مرحلة نحب نضيفها مغرفة كبيرة تعزيت زيتون يعني ما تحبوا تديروها تحبوا لالا ونحطها دو كوتي شوفوا ورا هي وجدة جات ما شاء الله شوفوا نعاود نولي العجينة تكون تفعلت شوفوا شوفوا اللي احنا نقسمها على تنين هتخدم لي دو بلاتو هادي هاد العجين هتخدم لي بهذا الشكل وراح نحلها بالحلال ونسيه كيفاش يعني من ددني فارينة نسميدني وعلو اذا شفتو هاي تلسق لكم بزاف تقدرو تعاونو روحديكم بالسميد والفارينة ولا بالفارينة وحدها ولا بالسميد وحده كل واحد واش يحب كي تديرو لها السميد ملتحت حتجي مقرمشة كي تديرو لها الفارينة يعني ما حشتجي مقرمشة بزاف ملتحت لبنات انا حليتها غرب الحلال البلاتو تاعراني دهنتوا بالزيت بالنسبة لقياس تاع البلاتو ثلاثين على اربعين بهذا الشكل ونحلها راهي سهلة بزاف فهد المرحلة اذا شدوها تعاودوا واش تديرو خلوها هاكا شوية ونباك عاودوا ولولي ها حلوها والاطراف سيوا كيفاش تديروهم هاكا مرتفعين بهذا الشكل نجيب اللحنة فرشيطة ونتقو بها كامل بها الطريقة ورح ندير هذيك لاصصتهمات من الفوق هاكاون مشيها كامل راح نضيف عليها شوية زيتون دين وايوتي قطعوها كارقيق واللي احنا ضيفو واش حبيته ونزيد معاها شوية تعتر شي تحبو ديرو الحار اللي يحبو الحار يديرو الحار قطعتوها كارقيطة صغيرة ورح ندخلها الطيب ملتحت برق كي نشوفها تحمرتلي ملتحت راح نعاود ننحيها اللي هنة راه يطابت اللي هنة البيتزا كاري سايد قدوا تزيدوا لها غير بصل شوية بيض مغلي انا راح ندلها شوية تاع الفرماج انتم ما تقدروا تقتلكم البيتزا كاري في هاد المرحلة تحبس ما فيهاش الفرماج ديرو لها البصل مقطع المعدنوس والبيت كالي يزيدوا لها البيض مغلي انا راح ندلها شوية تاع الفرماج نعاود ندخلها طبلي من فوق راح نزيد لها شوية تاع الزيتون أنا كنعندي هاد زيتون مرقد يجي بعزف بنين قلت عليهم قدروا تضيف ووووووووووش حبيته قدوا نقصو كما يحبيته لسانسيال لاصوستوامات مع الابات بزف هايلين بهذا الشكل ندخلها يدوب لي هاداك الفرماج وتتحمل ليه من الفق كيدا بلي هاداك الفرماج ضفت لها شوية طن بتاع الزيت بالنسبة لنوعية الجبن عباي بلي حتسقسوني أنا استعملت القودة يعني نوعية جيدة بزف هايل في البيزا جي بزف بنين وتقدوا تستعملوا الشي داغ تقدوا تستعملوا موزاريلا كما حبيتو ونجي الهنا نقسمها معاكم تشوفوها كيف جات جات ما شاء الله من قرمشة من تحت خفيفة بزف هادي كلابات بزف هايلة وفي الاخر ما ليا غير نقول لكم شكرا على المشاهدة الى وصفة لاحقة ان شاء الله سلام